موجز ثالث عصرا من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية حيث توافق الزعيمان على مواصلة التنصيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية والموقف المائي بوجه عام واستعدادات تنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه ووجه الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذه الموارد المائية غير المتجددة للأجيال القادمة أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرين من أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر إبريل الجاري حتى يوم الخميس الموافق الخامس من شهر مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 458 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 236 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 116 طن سلع غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 10 أطنان سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب وبيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 70 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 526 قضية من بينها 103 قضايا خبز ناقص الوزن و96 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ختام موجز الثالثة شكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر